تحدثنا كذلك حول القضايا الإقليمية وكيفاش أن المغرب وفرنسا يمكنهم يشتغلوا حول مجموعة من القضايا سواء في الشرق الأوسط تحدثنا على أثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة وما خلفه من أثار إنسانية كارتية وكيفية العمل بحل يفكر على ذلك جلالة البالك في خطاب الرياض الأخير على وقف لإطلاق النار على وصول المساعدات على خلق عملية سياسية على عدم تهجير الفلسطينيين على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس نحن على أعتاب شهر رمضان والوضع يكون متوتر في هذا الشهر والمغرب يحذر من كل الممارسات من كل القرارات التي يمكنها تزيد التوتر حول المسجد الأقصى وفي مدينة القدس خلال هذه الفترة والتي تنضاف إلى الواقع المأساوي الخطير الذي يكون في غزة وتحدثنا كذلك كيفية العمل بشكل منصق في القرى الإفريقية في منطقة الساحل باعتبارنا الشركين عندهم بصالح يعني متقاربة في هذه المناطق وبأننا يمكننا نشتغلوا كشركين إذن بحل يقولت هذه الزيارة تأتي في إطار هذه الرغبة القوية لدى جلال المالك وفخاربة الرئيس بشأن الشركة المغربية الفرنسية تنطلق على أسس قويات جدد بشكل مستمر مع الحفاظ على ذلك الأساس القوي التاريخي والإنساني اللي عندها وبالاستفادة من المكتسبات اللي عند هذه الشركة منذ عقود ولكن كذلك كيفية تكيفها مع الواقع الجديد الواقع الوطني الواقع الإقليمي والواقع الدولي إذن فهي زيارة بحالي قلت مهمة وغيرت فتح المجال للتحضير للاستحقاقات المقبلة واللي غادي تكون كذلك استحقاقات اللي يمكن تشكل واحد الأهمية خاصة بنسبة العلاقة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر